عن بيع الطعام قبل أن يقبط والنهي عن بيع ما ليس عند الإنسان ويقاس على الطعام غيره من الأنواع الأخرى عند البيان كل هذا بيّنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرّم التعامل الذي فيه مجازفة وأن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتعون جزافاً يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله وكل هذا رعاية لمصالح الناس وكل هذا منع للمجازفة والمخاطرة والمغالاة والاحتكار واستغلال حاجة الناس إنه الإسلام في قمة سماحته ورفق التعامل مع المحتاجين